تُعكِّر أصوات قرع طبول الحرب هدوء إدلب فالحشود العسكرية منذ نحو أسبوعين وبشكل يومي تحيط بمداخلها شيئا فشيئا بينما تصريحات موسكو تضع أنقرة في موقف محرج العقدة الروسية ظاهريا تفكيك النصرة وهي مهمة تجد أنقرة نفسها مجبرة على تنفيذها لضمان بقاء إدلب تحت رعايتها المرصد السوري تحدث عن جناح متشدد داخل النصرة يرفض أي مفاوضات مع تركيا بينما يظهر جناح آخر أكثر ليونة صحيفة الحياة كذلك تحدثت عن مهلة روسية جديدة أعطيت لتركيا تنتهي مطلع سبتمبر المقبل أي بعد أيام وهي مدة لا تبدو كافية وفقا للمصادر فإن المعضلة الأبرز تكمن في تبعية جزء كبير من قادة النصرة لجهات استخباراتية لا سيما مخابرات الأسد وإيران نظرا لكون معظم قادة النصرة كانوا إما داخل سجون النظام وأفرج عنهم مطلع الثورة السورية وإما أتوا من خارج البلاد بدعم إيراني مباشر كما يتمسك جناح داخل النصرة بإقامة إمارة للتنظيم مهما كلف الأمر إضافة لتخوف المقاتلين لا جانب بين صفوف النصرة على مصيرهم التوجه التركي وفقا للمصادر يضع النصرة أمام خيارين إما أن تقبل بحل نفسها أو تنتقل من إدلب باتجاه البادية السورية البعيدة عن المدن المأهولة وهو ما لا يبدو أن التيار المتشدد داخل النصرة سيقبل به حيث تشير المصادر إلى أن جزءا لا يستهان به من قادة النصرة يستعدون لمواجهة عسكرية مع نظام الأسد وروسيا أو مع تركيا والمعارضة السورية محمد دغمش العربية